بهدف استمرار دعم الاسر والافراد المتضررين جراء جائحة كورونا اقر مجلس الوزراء تمديد العمل ببرنامج استدامة والبلاغات الصادرة بمقتضاه حتى نهاية شهر تشرين اول المخبل مجلس الوزراء وخلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاون اقر نظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية لسنة الفين واثنتين وعشرين كما وقر المجلس انظمة معدلة لانظمة الامانة العامة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والمكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الادارية العليا ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي على المحاكم النظامية ووافق مجلس الوزراء على نظام معدلا لنظام رواتب وعلوات افراد الامن العام لسنة الفين واثنتين وعشرين دعا مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي الى الاقبال على تلقي لقاح فيروس كورونا لزيادة نسبة التغطية لتلقي الجرعات للسيطرة على وباء كورونا واضراره على غير المطعمين لجميع الفئات العمرية واضاف البلبيسي ان المملكة سجلت نسبا مرضية بتلقي الجرعات المختلفة مؤكدا ضرورة تلقي الاشخاص الجرعة المعززة بعد مضي ستة اشهر على تلقي الجرعة الثانية او الثالثة وخاصة كبار السن والفئات التي تعاني من امراض مزمنة بهدف رفع نسبة المناعة ضد الفيروس وبيّن ان الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا مستمرة في مراكز مختلفة من المملكة ويعلن عن مواقعها يوميا عبر موقع صفحات وزارة الصحة الالكترونية قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء دكتور رماجد الخضري ان وزارة الصحة قررت هدم مستشفى الزرقاء الحكومي القديم الذي بني في وسط المدينة عام 1951 وبيّن انه سيتم استثناء مبنى الادارة ومركز الامومة من الهدم وتأهلهما وسيصار لانشاء مركز صحي شامل في موقع المستشفى وبيّن ايضا ان التقارير الفنية تشير الى ان ازاء كبيرة من مبنى المستشفى متهالكة ومعرضة للانهيار واشار الى ان عمليات الهدم ستتم في غضون اسابيع وستكون مخصصاتها من وزارة الصحة في حين ستكون مخصصات انشاء المركز الصحي الشامل من مجلس المحافظة صادق مجلس محافظة الزرقاء على موازنته التي تضمنت هدم مستشفى الزرقاء القديم واقامت مركز صحي متكامل بدلا من هذا المستشفى ونتوقع ان يكون ذلك باذن الله سبحانه وتعالى في غضون اسبوع الى اسبوعين حيث سيتم مباشرة عملية الهدم من خلال وزارة الصحة وانشاء المركز جاء من مخصصات مجلس محافظة الزرقاء لعام 23 اي ان ذلك المشروع سيتم المباشرة به في غضون اربعة اشهر ان شاء الله قالت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها اليوم انها ستتبنى مذكرة نيابية ترفعها الى الحكومة تطالب فيها بضرورة توفير مبلغ مالي لتعين ستة الاف معلم ومعلمة في وزارة التربية والتعليم وبحسب رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الطراونة فان التعليم النيابية اوسط بالتنسيب بالناجحين من الكشف التنافسي 2019 للعمل الاضافي وتثبيت المعينين في العمل الاضافي اذا توفرت الشواغر في الوزارة واكد الطراون خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الخدمة المدنية وامين عام وزارة تربية والتعليم للشؤون الفنية والادارية وعدد من دفعة الكشف التنافسي لعام 2019 على ضرورة التعين على الاقدمية وليس على نتيجة الامتحان ادى هبوط مفاجئ بالشارع الرئيس الرابط بين مدينة حوارة واشارة الصريح على شارع البترة في اربد الى اغلاقه منذ اكثر من شهر المواطنون قالوا ان استمرار اغلاق الاشارة تسبب بازمة سير خانقة ما دفعهم للبحث عن طرق بديلة للوصول الى منازلهم فضلا عن التسبب بحوادث مرورية رئيس المجلس المحلي لمنطقة حوارة قال ان البلدية قامت باغلاق الاشارة للحفاظ على سلامة المواطنين بعد كسر الخط الناقل للصرف الصحي مؤكدا ان البلدية تفاجأت بمخاطبتها بشأن عطاء جديد للموقع رغم ان اعمال صيانة الخط لم تنتهي بعد رؤية بدورها حاولت التواصل مع شركة مياه اليرموك منذ ايام الا انها لم تستجب للاتصالات في عند منطقة حوارة اشارة البترة اللي بتطلع على الصريح مغلق اغلاق تام من حيث المخرج من حوارة للصريح او لشارع البترة هذا الاغلاق تسبب بازمة بالصايد الثاني اللي بتطلع على شارع البترة او على الصريح فقاعد المواطن قاعد اي واحد بده يطلع من حوارة يقضي حاشته بالصريح او بالبترة قاعد بفوت بالاحياء الداخلية من نواجه مشكلة اللي هو الهبوط الشارع اشارة شارع البترة بسبب الصرف الصحي من تقريبا سنة تم عملية هبوط الشارع وتم بعد شهر تماما بعد اغلاقه شهر كامل تم اعادة عملية صيانة الشارع وتجهيزه اتفاجأنا تقريبا من 10 ايام اسبوعين 10 ايام نفس المشكلة اللي كانت قبل العام رجعت من اول لب جديد الشارع مغلق بسبب نزول خط الصرف الصحي خط الصرف الصحي للأسف ما الو شهور تم العمل على تغيير البنية التحتية من اجل انهاء خط المشكلة الصرف الصحي الموجودة الا انه وللأسف اتفاجأنا انه المشكلة رجعت زادت من اول لب جديد وتم الاتصال عدة اتصالات مع المسؤولين وتمت الوعود على حل المشكلة والشارع مغلق من قبل بلدية اربدو الكبرى ومنطقة حوارة بالخصوص العمل لانهاء المشكلة ضمن مشروع العلاج بالفن لمتلازمة داون اقام منتدى رواد الشمال للثقافة والفنون واحياء التراث عرضا مسرحيا توعويا بهدف سقل شخصيات المصابين بمتلازمة داون ودمجهم بالمجتمع من خلال تدريبهم على العديد من الاعمال الفنية كالرسم والصناعات اليدوية رئيس المنتدى ابراهيم ابو عاشور اوضح ان المشروع انطلق عام 2020 بهدف ايصال رسالة للمجتمع ان الفن ليس للرفاهية وانما ايضا لتوصيل الافكار حيث بدأ المنتدى بتعليم الاشخاص المصابين بالمتلازمة باعمال الاكريليك والموسيقى والرسم التعبيري وغيرها من الاعمال الفنية بلشنا بالتركيز تعليمهم الرسم التعبيري كيف يعبر عن نفسه من خلال الرسم ثم دورة الامهات كيف تحليل الرسومات الاطفال لمعرفة حالاتهم النفسية انتقلنا من الفن التشكيلي للموسيقى وتأثيرها كسماع وكممارسة على شخصية المتلازمة الداون واكتشاف مواهبه اكتشفنا عندهم مواهب كتير مثل احمد للطلاق بيشتغل بيت بوكس فبلشنا معه لايف مع العازفين حتى يكون كيف يتعامل ينطلق من انعزاليته للتعامل مع العازفين بعدين مرحلة الدراما كيف يكسر حاجز الخوف والخجل ويكون هو بطل العمل المسرحي يعبر عن نفسه حتى يكون يطلع من تحت وصاية مكافحة التنمر هو يكافح النمر يواجه الناس ويقولهم انا يعني انا منكم انا ذيكم اطلقت امانة عمان مهرجانها الصيفي هذا العام بمشاركة فنانين اردنيين وفعاليات ترفيهية منوعة للمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا من موقع المهرجان مراسلنا رامي العيسى اهلا بك رامي يعني ضعنا في الاجواء الاحتفالية من حولك نعم محمد اهلا بك واهلا بسادة المشاهدين اجواء رائعة جدا هنا في المدرج الروماني بالعاصمة عمان حيث اليوم ودقائق قليلة تفصلنا عن بداية مهرجان صيف عمان الذي يأتي بتنظيم كامل من امانة عمان الكبرى والمستمر حتى عشرين من اب من هذا الشهر للحديث اكثر حول هذا المهرجان ينضم الينا الناطق باسم امانة عمان الكبرى السيد ناصر رحامي الله اعطيك العافية ناصر بك ناصر اليوم هو اول يوم وستكون هناك ايضا فعليات اخرى ما هي فعليات هذا المهرجان اشكرك يعني هو مهرجان العائلة بامتياز احنا بنعتبره بتنظيم من امانة عمان الكبرى لكن قبل ان ابدأ باي شيء بدي اشكر اخواننا ونشامل امن العام على جهودهم الرائعة معنا في التنظيم تعرف احنا بنحب دائما في امانة عمانة يكون التنظيم في اعلى مستوى في كل الاوقات نبدأ بساعة السادسة بكرنفال العائلة وخاصة الالعاب اللي بتهم اخواننا المواطنين وعائلاتهم من خلال الاطفال نبدأ ايضا بعد قليل الآن فرقة قوات الموسيقات المسلحة ومن ثم فرقة اوسكار الشعبية ومن ثم راح يكون هناك عندنا مسرحية بوقت قليل درامية لان احنا بنركز على الثقافة والتوعية الضرورية بالنسبة لخدمات امانة عمان او غيرها بتهم الوطن بشكل عام ومن ثم سيبدأ النجم عمر العبدالله الاحتفال عنا نجوم اردنيين كثر في المهرجان منهم بشار السرحان منهم يحيسويس منهم ديانا كرزون ستكون في اخر يوم من هون لعشرين الشهر احنا مستمرين اليوم وبكرة احنا في المدرج الروماني ومن ثم من يوم السبت سنبدأ في حدائق الحسين ستكون كل الفعاليات في حدائق الحسين ان شاء الله هذه هي الدورة الرابعة عشر لمهرجان صيف عمان هذه الدورة ماذا تختلف عن دورات التي قبلها يعني احنا كنا مستمرين في مهرجان صيف عمان لانه تعرف يجب ان يكون هناك في العاصمة عمان مهرجان ثقافي ترفيهي سواء كان للزوار او لاخواننا المواطنين او حتى لاخواننا في المحافظات الاخرى وهذا شيء جيد وفي اقبال جيد الحمد لله يعني من ناحية ثقافية من ناحية توعوية من ناحية ترفيهية مطلوب ان يكون هناك مهرجانات صيفية في العاصمة عمان الحمد لله بتنظيم عالي جدا هذه الدورة الرابعة عشر لم ننقطع الا في فترة كورونا فقط الان عاودنا ان شاء الله ومستمرين في صيف عمان الان نتحدث عن هذا المهرجان لماذا هو للعشرين من ابل لماذا ليست مدته اكبر يعني بتعرف يمكن بالفترة هاي في مهرجانات كثير يعني احنا بعد مهرجان جرش والان في مهرجان الفحيص اخواننا في الفحيص الله اعطيهم العافية فمهرجان صيف عمان هذا توقيت المحدد دائما يعني في هذا الوقت وهو عشر ايام وان شاء الله تكون كل المهرجانات يعني فيها من اخواننا المواطنين واخواننا الزائرين متواجدين بشكل كبير بالنسبة للاشقاء العرب والزائرين للمملكة كيف ترى تواجدهم الان بني الجماهير بصراحة في عندنا منهم الان العديد من اخواننا المواطنين يعني احنا كنا على البوابات حتى نستقبل اخواننا المواطنين الحمد لله في زائرين كثر وخاصة المقتربين ابنائنا وتعرف فعاليات امانة عمان في كل مهرجاناتها اللي بتقيمها هي مجانية للجميع فاهلا وسهلا فيهم واحدة ان شاء الله سنقدم المفيد لهم كل شكر لك ناصر الراحة من الناطق باسم امانة عمان كبرى اذا محمد اجواء رائعة جدا هل في المدرج الروماني ابتداء من يوم السب ستنتقل هذه الاحتفالات الى حدائق الحسين في منطقة طريق المدينة الطبية يستمر المهرجان صيف عمان حتى العشرين من اب من هذا الشهر عودة لك والزملاء في الاستيديو اشكرك مراسلنا رامي العيسى كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم اطلقت مديرية الامن العام مبادرة صيف امن والهادفة للحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية خلال فصل الصيف يمتاز فصل الصيف في الأردن بانشاط الحركة السياحية الداخلية والخارجية حيث يسعى السياح والزوار للاستمتاع باجواه المتميزة وزيارة المواقع السياحية التي تسخر بها المملكة ومن هنا جاء اطلاق مبادرة صيف امن حرصا من مديرية الامن العامة على توفير البيئة المناسبة وحماية المواطنين من مختلف الحوادث بهذه الوادرة نوع المواطنين خاصة فترة الصيف العشاب جافة انتشار الحريق يكون سريع جدا وإذا وصل للأشجار والأحراش والمنطقة الحرشية يصير أصعب عملية التطفاء فهذا أهم دور في هذه المبادرة إنواع المواطنين على هذا الموضوع وتشكل مبادرة صيف امن جزء من مشروع بنيان حيث ترتكز هذه المبادرة على حراق الغابات والأشجار والمناطق الحرجية وحوادث الغرق نتيجة السباح العشوائية وبعض الحوادث الخاصة بالأطفال مثل تركهم داخل المركبات وتتضمن محاضرات توعية وورش عمل وتوزيع بروشورات ومطويات وبوسترات توعية في حال حدود حرائق نتعاون مع الدفاع المدني في تسيير الطائرات الإدارة لاستكشاف الحريق اتجاه الحريق نسار وين كيف تصير وسائل المكافحة أيضا لنا علاقة مع وزارة الزراعة من خلال دائرة الحراج في مراقبة المحافظة على الغابات هذه المبادرة طبعا واعية لتوعية الناس بأهمية المحافظة على المساحات الخضرة سبيشالي بالأردن بما إنها يعني ملتجة لكثير سياح وناس بيجوا من الخليج ومن الدول المجاورة للاستمتاع بالطقس الجميل يشار إلى أن مبادرة صيف آمن ستشمل كافة مناطق المملكة حيث تعول مديرية الأمن العام على وعي المواطن وتعاونه وحرصه على انتهاج السلوك الصحيح والقويم والابتعاد عن السلوكيات السلبية الخاطئة التي من شأنها تأثير على سلامتهم